ثم ختم بهذه السورة العظيمة قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافع رحمه الله تعالى كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة هذه سورة عظيمة وجيزة موعظة بليغة يقسم الله تعالى فيها بالعصر الذي هو الزمان كما يقال عصر النبوة وعصر الخلفاء وكذلك العصر يدخل في هذه الآية وقت العصر لأنه آخر اليوم قبل غروب الشمس فهو عصارة اليوم فمن ختم يومه بذكر لله وصلاة ودعاء وعبادة قبل الله تعالى منه ما تقدم وعفى عما سلف في يومه فهو وقت مبارك ولذلك فيه أعظم صلوات اليوم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر فهي أعظم الصلوات الخمس صلاة العصر فهذا الوقت وقت مبارك لكن أكثر الناس غفلة عنه يرجعوا من أعمالهم متعبين فلا يستغلوا هذا الوقت في الإقبال على ذكر الله ممكن يتغدى ويرتاح ويخرج إلى الأسواق ويقضي حاجاته ولا يذكر الله تعالى في هذا الوقت إلا قليلا فقال إن الإنسان لا في خسر لأنه ما استغل هذا الوقت وما استغل عمره وزمانه عموما أكثر نسي غفلة عن استغلال أعمارهم فيما يقربهم إلى الله ألهتم الدنيا ألاهم المال ألهتم الشهوات قال إن الإنسان لا في خسر لم يستغل نعمة الوقت نعمة العصر وقت العصر لكن استثنى الله تعالى من قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح بهذا تكمل نفسك أن تزداد إيمانا يوما بعد يوم بالعلم النافع والعمل الصالح بهذلك تنجي نفسك من أصل الخسارة ثم إذا أردت أن تنجو من كل الخسارة وتفوز بأعلى الدرجات قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق هذا معنى التعاون على البر والتقوى يعني يوصي بعضهم بعضا بالحق بالدين الحق بتوحيد الله بكتاب الله فبهذا يحصل الفلاح والخير للمسلمين بهذا ينتشر الخير هذا يعلم الجاهل وهذا ينبه الغافل وهذا ينصح وهذا يمر بالمعروف وهذا ينعن المنكر يوصي بعضنا بعضا الدين النصيحة فإذا تواصل مسلمون فيما بينهم على الخير انتشر الخير وقلت المعاصي والشهوات لكن كل واحد قال أنا ما لي علاقة بفلان ولا فلان يعرف أن هذا حرام وخلاص الناس يعرفون فبذلك يضعف الدين ما يجد الإنسان من يذكره والله الناس يهم خير ربما كلمة لا تلقي لها بالا تقول يا فلان اتق الله الله يراك وتمشي أنت تلقي كلمتك وتمشي ما تدري لعل هذه الكلمة تؤثر في هذا الإنسان تأثيرا بالغا ليس في وقت في نفس الوقت ممكن تؤثر فيه بعد أيام بعد سنوات تذكر في يوم من الأيام فلان قال لي اتق الله فيترك ما عليه من معاصي فعلينا أن يكون عندنا همة في الأمر بالمعروف نعم المنكر بالتي أحسن بالحكمة واللين والرحمة وتواصوا بالحق هذا من رحمة المسلم بأخي المسلم قال وتواصوا بالصبر لأن التواصي بالحق لا يمكن أن يكون إلا بالصبر لأنك إذا نصحت الناس توقع أي شيء أي كلمة ممكن فلان يسخر بك فلان يعرض عنك فلان يغضب عليك فهنا لابد أن تصبر لا تظن أن الطريق مفروش بالورود أنك أنت ستنصح والناس يقبلون نصيحتك لا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن عليك إلا البلاغ فإذا أنت تؤدي الذي عليك تنصح تأمر تحب بالناس الدين وتمشي وتصبر على ما يصيبك إذا كان أكرم الخلق عند الله الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلوا وأوذوا في سبيل الله وصبروا فكذلك المسلم لا يمكن أن يحقق العمل الصالح ولا يمكن أن يحقق التواصي بالحق إلا إذا صبر نفسه وتواصوا بالصبر فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين ونعوذ بالله أن نكون من الخاسرين ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا